فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزباء النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019 وتم فتح التحقيق يوم الرابع عشر من يوليو قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا موفد الشرق إلى تونس أحمد حرزالة زميل أحمد مساء الخير يعني ربما نبدأ بآخر تطورات الوضع الميداني وأكيد السياسي في الشارع التونسي مساء الخير معتز طبعاً بذكرك عن فتح القضاء لهذه الملفات ملفات تمويل من أطراف خارجية أو من دول خارجية لحزب النهضة وحزب قلب تونس هناك انتشار للجيش أمام القطب القضائي الخاص بمكافحة الإرهاب والقطب المالي وربما له علاقة الآن بهذه الملفات ملفات الفساد التي تفتح الآن في تونس ملفات فساد كثيرة بدأت تظهر أو تطفو على السطح أيضاً حتى داخل هيئة مكافحة الفساد فتح داخلها أيضاً ملفات فساد كانت هناك أيضاً إذن لا حديث في الشارع التونسي بعد الهدوء النسبة التي تعيشه بعد تجميد البرلمان لمدة اتشار لا حديث الآن إلا عن الوجه أو تشكيلة الحكومة القادمة التي يطالب برلمانيون أو فاعلون سياسيون بأن تكون حكومة تكنقراطية ولكن في أسرع وقت لإنقاذ تونس من المأزق السياسي والاقتصادي هناك الآن وصلنا بيان من المجلس الأعلى لشباب الخامس والعشرين من يوليو وهي حركة نشأت مساندة للرئيس قيس سعيد تدعو إلى مسيرة يوم السبت القادم ولكن بدون مشاركة من ألفتهم أي مشاركة الوجوه التي ألفها المشهد التونسي بمعنى فقط هؤلاء الشباب أو الشباب المستقلين للخروج في تظاهرة أو مسيرة يوم السبت هل لديك معلومات؟ الرئيس بعدم الحوار مع نعم لديك المعلومات هل لديك معلومات أحمد عما يدور ربما في كواليس السياسة التونسية بشأن تحقيق حول الجهاز السري لحركة النهضة؟ هل هذا مطروح على الساحة السياسية؟ فعلا وهو الحدث الأبرز أيضا اليوم جمعيات اليوم قامت بمؤتمر صحفي وتحدثت عن الجهاز السري لحركة النهضة وضروعه في اغتيال الناشط شكري بالعيد الذي اغتيل عام 2013 هذه اللجنة التي تتهم صراحة الجهاز السري لحركة النهضة الذي أيضا تتهمه بتلقيه أموال من الخارج دون ذكر طبعا الدول التي تلقت منها حركة النهضة هذه الأموال إذن الحديث أيضا عن هذه الجناح السري أو الحركة السرية لحركة النهضة وضروعها أيضا في الفساد وفي الاغتيالات أيضا في تونس وطبعا الاتهام كل الاتهام موجه لحركة النهضة يحملون هذه المشاكل التي تعيشها تونس عاشتها تونس ولا زالت تعيشها اقتصاديا وسياسيا سنعود إليك في نشرات لاحقة بكل تأكيد شكرا جزيلا للزميل أحمد حرزالة موفد الشرق إلى تونس